سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم شرعت السلطات العمومية بعدد من المدن المغربية في حملة لإغلاق مجموعة من محلات غسل السيارات والتي تستعمل المياه الصالحة للشرب في غسل السيارات والعربات وفعلت سلطات دورية عبدالوافي الفتيت وزير الداخلية والخاصة بقرار إغلاق المحلات المختصة في غسل السيارات بالماء الصالح للشرب وكان وزير الداخلية قد وجه مراسل صارمة لولاة وعمال أقاليم من أجل التصدي الحازم لجميع مظاهر تبذير المياه المخصصة للشرب عبر كافة التراب الوطني وذلك في إطار تدابير الحكومة لمواجهة آثار الجفاف